قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي نصين والولايات المتحدة يجب أن تتعاون في مفاوضات المناخ رغم الخلافات بين البلدين وأضافت بيلوسي على هامش مؤتمر كوب 27 أن الأزمة الروسية الأوكرانية عرقلت إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا وزادت من ضغوط تنويع مصادر الطاقة مؤكدة أن تلك الأزمة لا يمكن أن تكون ذريعة للتخلي عن سياسة إنقاذ الكوكب ترجمة نانسي قنقر